اشتركوا في القناة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح له بهذه المناسبة تحتفل مملكة البحرين بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني هذه المناسبة التاريخية العزيزة على قلوبنا جميعا لأنها تستحضر دائما توافق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا وشعب البحرين على الثوابت الوطنية والعمل في إطارها وتقديم المصلحة الوطنية ضمن إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي يعتبر نموذجا مثاليا للطالبين والطامحين للارتقاء بأوطانهم وتبع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قدم حضرة صاحب الجلالة فلسفة متقدمة في الإصلاح من خلال مشروع جلالته الإصلاحي الذي يمثل ميثاق العمل الوطني أساس له من خلال التركيز على تحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في صياغة الميثاق ليأتي معبرا عن إرادة الشعب وعن تطلعات أبناء البحرين ليكون ميثاق العمل الوطني جامعا للجميع وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق نسبة تصويت عالية وغير مسبوقة بموافقة 98.4 من مئة في المئة وأضف سموه أن المتتبع لمسيرة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وإقرار ميثاق العمل الوطني يدرك النموذج المثالي الذي قدمه جلالة الملك والذي تمكن بفضله من المضي قدما في مسيرة بناء البحرين الحديثة وتحقيق التطور والنماء لها والارتقاء بكامل أركان العمل في المملكة وأحرزت البحرين تقدما فريدا من نوعه وتابع سموه إنما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات عظيمة ومكتسبات وافرة ما هو إلا النزر اليسير من طموحات وأمال حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمواصلة مسيرة البناء والتحديث في المملكة وأن المرحلة المقبلة من تاريخ البحرين ستشهد نقلات نوعية بارزة في العديد من القطاعات الحيوية في المملكة واختتم اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تصريحه بالقول إنه لا شرف لي في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أن أعاهد جلالة الملك المفدى على مواصلات العمل بكل العزيمة والإرادة تحت راية جلالته المظفرة لتحقيق تطلعات جلالته وأماله ورؤيته نحو المزيد من التقدم والنماء لمملكة البحرين وشعبها في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر